خوتي مغربة السلام عليكم يوم السبت عشرين يناير الف عين و عشرين اشي حمل اخترا انشرت في الفيديوهات ديالي كنقول بان عنا فوضى في مواقع التواصل الاجتماعي قلت بان ما تبقاش تيقو كل شي المحتويات اللي كتوصلكم في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا من طرف جهات اللي ما معروفاش ولا من طرف جهات اللي ما عنداش مصداقية تابعين غير البوز وتابعين شي حويش وغادي نبداليكم غيب القضية ديال الخميسات قالوا بانه واحد فضيحة كبيرة فيها الابن ديال واكي الماليك اللي مورت في القضية ديال تصوير فتيات في حفلات الجنس اللي بغنا نسميها مع حيوانات وشي حويش بحلكة وكاين واحد اوديوات سيدة كادوي بحرقها زعمة وكاين صور ديال الابنات اللي خرجوا لهم على حياتهم ومسق بالهم لانه غيضمرهم صور من تقواسع انتشر داك شي واحد حالة كيخرج سيد واكي الماليك ديال الخميسات في بيان وكيكذب داك شي كامل وكيقول لك هاد شي لا اساس الله من الصحة وما كان شي وبيان هادو غير حسابات بالناس ودارو هاد الفضيحة ومولدار ماشي ابن وكي الماليك والتحجة سيد عايش في الغربة وما حاضر شقاع وتصور معايا الحياة ديال هاد الناس اللي تشهر بهم كي غادي تكون هادي من جيها الاخرين اللي دارو هاد الفضيحة راه هما معتقالين ولكن المغربة تكبو وكل شي ما كين غلاح ولا ولا قوتين لا بالله هادك شي على الشيطة ما كتطيحش ما عفت شنو ما يبشي هاد راق خويا وكل شي كيتأسف شوف الحال فينوصل المغريب شوف هاد فهانتو ما كل شي كدوب وانا شخصيا ما كنتش تكلمت على هاد الموضوع لانا لي مني سولت شو هاد العلاقات وهذا قالوا راح كدوب ولكن كانت تخذ شي تيها رسمية تخرج وتكذب كل شي هاد شي وذك شي ليداها وفي هاد الاطار ديال الكدوب ديال اشاعة ديال التضليل خرجت اخبار تعرج انك هنا واحد مذكرة بحث دولية ضد مسؤولين مغاربة ضد مسؤولين مغاربة فيها الدخيسي فيها الحموشي فيها دريش تحتان فيها توح فافيا وهذاك شي كبير وهذا الناس هادوك يتكلموا على شي محاولة تغتيال كانت غا تكون ضد واحد سيدة اوه قاعد شي كين ومذكرة بحث دولية وطائق اللي كانت تخرج في مواقع التواصل الاجتماعي مكتوبة باليونانية لك توح ما غادي قدري يعرف شنو كين هادوك الوطائق صفتهم لواحد صديق عندي كان ساكن في اليونان وراه باقي ساكن في اليونان المهم غير كي مشي ويجي بالمغرم قرع لي يدك شي قل يا هادوك شكاية زي ما مذكرة بحث ما كي ماتتا حاجة هادوك شكاية من حق اي واحد يحط شكاية كيف شوف انا ده با الصباح اليوم فقط ورشقعت لي واخي غادي يقولوا رامستي غامشي حط شكاية هنا في النيابة العامة ضد جو بايدن ورشقعت لي ويالله وغادي ياخدوها من عندي وغادي تصنتو لي البوليس غايديروني مهم من بعد غادي سدو عليا يمكن فين زقان وكي مشي مشكلة يمكن تكلم معي زقان سبطار الحمى ولكن فقط الصباح جو بايدن ممزيانش وراه هددني عن طريق ما عرفتشكون مهم ما كينا مذكرة بحث الدولية ما كين تحاجة كينا واحد شكاية تحطات شكاية كيدية قالوا زي ما باش تكون الواحد اللي عنده العقل غير باش تقول مذكرة بحث الدولية كين فيها بزاف ديال المراحل بزاف ديال المراحل باش تكون مذكرة بحث الدولية ماشي غير يجيو فاق الصباح واحد شكاية وراه داروا مذكرة بحث الدولية هذا هدراك خاوية وراه جدوا لي الاسف نادو واحد العداد ديال المواقع التوصل الاجتماعي ايه ركينات ضد فلان ضد فلان ضد فلان كل شي داك شي عود تاني كدوب كيخرج الناتق الرسمي باسم الخارجية اليونانية وكيكذب داك شي كامل وكيقول لك هاد شيرا ما كينش وما كينتح حاجة من هاد شي احنا في التضليل وفي الإشاعة والكدوب والمغاربة مساكن اواع ناري كائن عايشين عايش اللحظة وما عارفين شراهوما داخل كيتفلوا عليهم وبإن الإشاعات بإن التضليل بإن الكدوب دارينو اعداء المغرب من جهة ويستغلونا بعض الناس ومن يكا نقولوا يستغلونا رايقدروا ما يمشيوش مباشرة باق بيخصونا تقبوزي والمخابرات عنده هيدا طويلة وعارفين كيف يمصلوه كيف يدورو كيف يديرو كونش هادش هاد بخصوص المواقع التوصل الاجتماعي غادي نجي الموضوع التاني ديال هاد الفيديو هو عمليات الهدم التي تطال سواحل جهة سوس مثلا تيفنيت سيدة طوال سيدة الرباط البارح مشاول إمسوان محاوى محاوى إمسوان ريبو كل شي في ضل ولا في عز الخدمة اللي كاينة على سيزون كيف ما قلت البارح على سيزون كينا العدد ديالي سورفور عامر الدنيا جوا من العالم كامل الناس عندهم التزامات جوا وطحنوا ذاك شي وما سوقوا مفتاح حاجة عدد من المواطنين كيقولوا راه بيسباب كأس العالم بيسباب كأس العالم ذاك شي علاش كينا قيو كي قادوا لا دخلا للكأس العالم فاتشي أولا باش تعرفوا كأس العالم راه منضم شغيل في المغرب منضم في ثلاثة دول وثلاثة دول يعني جوز دول اللي راه يتهي قوية اسبانيا والبرتغال البنية التحتية عندهم تهومة وإن شاء الله تحنا قد يتكون عنا ولكن راه كأس العالم لا دخلا لها بهذا الهدم واتشي كاينين شركات عقارية ضخمة اللي هي وراء هاد العملية ديالهدم شركات عقارية اللي بغا تستولي على كل سواحل المغرب على كل سواحل المغرب كتعرفوا تفل محمدية يمشوا الشاطئ ضومي وطحنوا الكابانويات وطحنوا دكشي كله حيدو ولكن كيلي كيقولكم زيال عشوائية ما كيلا عشوائية للتحاجة الناس كاينين تم خمسين عام كاينين أجانب اللي كانوا أجانب ده براهولاد البلاد اللي ساكنين تم خمسين عام ستين عام هما في ذاك الكابانو اللي يبقى من استعمار وهما ساكنين لهي وداري لارتالة ديالهم وساكنين كمنزل رئيسي ديالهم جاو طحنوا كل شي ما قالوا لهم لا هادي جاو خرجو ضربو تراكس وجو شفارة أمام أعيون مالي الكابانويات مني كنقلو شفارة أمام أعيون مالي الكابانويات أمام أعيون السلطة اللي كلا حالي شي حاجة كيهزاوي زيد هاد شي شهادات ديال مالي الكابانويات اللي راهو ما اليوم عندهم اجتمع ولكن علش ريبو شاطئ دومي ريبوه لأن كين واحد المشروع الضخم اللي كيتبنا واحد المشروع الضخم تصوروا معايا كانت واحد الغابة فيها 500 هكتار من الأشجار طحنوا 500 هكتار حيدوها حيدو دك 500 هكتار وبدأ المشروع السياحي غري دك المشروع السياحي خصوا منفد على البحر خصوا منفد على البحر طيروا دك شي كامل باش المشروع العقاري يدخل على البحر تصوروا معايا في نوصلات المغرب ديال غدا هو مغرب الأغنياء مغرب الأغنياء عندك الفلوس غا تعيش ما عندكش الفلوس سيقلب لك في جهة أخرى فين تعيش المغرب اللي فيه طبقة المتوسطة ولا الفقراء ما غاديش يعيش وما يبقاش هذا المغرب ما غاديش يبقى لأنه في ضل خوصصة التعليم في ضل خوصصة الصحة العمومية في ضل خوصصة الضولمة في المغرب كامل في ضل سالت واحد النهار يكمل المغرب غادي تخوصص كله واحد النهار غا نسمعوا بأن شرفنا شي بلاد شي بلاد المغرب كله تكرل شي بلاد وديك البلاد كتخلصنا في الكرة وما حلوش تخلصنا في الكرة وغادي نوحنا تابعين الشي بلاسة كل شي تخوصص المغرب اللي جاي عندك فلوس زيد دخل ما عندكش الفلوس ديقاج حيض من هنا سير شوفلك فين تعيش سير شوفك شي بلاسة واحدة أخرى ورا هذا هو اللي اللي واقع علينا سواحل باش تجي الإمس والماتين احنا نخليو تيفنيت تيفنيت كتعرفوه هو أقدم أقدم قرية للصيادين بالمغرب بالتاريخ دي اللي طحنوها ما كانش إمس وان اللي كل شي كي حلم بيها العالم كله كي يجي لها يا كانت البنية تحتيها خاصة أمور تصلح خاصة تقاد وليما لا يشراك هاد شباب مالي لي سيرف شوب فهاد شي لا والو جاو طراكسا طحنو ذاك شي كله مش غنومش كاني شركات عقارية كبيرة اللي جاية بأطمع كبيرة ولمواطن المغربي الباسيط غادي بقديمة بحل العبد عرفتوا على شك نقولها لأن مثل ديال تغازوت باي على كي تسحكم هاد السيتمار شو نجاب لينا فبلاس كون كان ان فيلاج كبير قرية ديال سيرف كبيرة بهاديك الحجم ديالها ويخدمو الشباب ويعطوهم ماشي تايخدموهم يعطوهم الدعم ويديرو لسيرف شوب يديرو لزيكولد سيرف يديرو بزيف ديال حويش كيفش كانو كنا غادي نصنعو واحد طبقة متوسطة وغادي توليتها هي عند الفلوس لا 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 تغازوت باي خدمات لنا الناس صحيح ولكن خدمتي بألفين درام ها تبقى في ألفين درام ديالك ها تبقى بلومبي حيات كاملة اللي يجعلك تبقى في ذاك الوطين تعشرين نعم تريسيان ها تبقى تريسيان جارديني جارديني فام دو شامق فام دو شامق وغا تبقى العصق في ذاك البوس مع امرك تهز الراس لأن في المغرب باش تعيش خاسك على الأقل في الحلة الحالية ما في الجيارة الله أعلم خاسك على الأقل تكون تخلص واحد المليون ونص يلا 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 تقول غانمشي انا والزوجة ديالي ولا صاحبتي ولا معا تكون نهار الجمعة ولا نهار الصبت غانمشيوا للسينما ولا غادي نمشيوا المطعم نناكلوه نهار الحد غانينخرجوا لي داتي البيكنيك غانمشيوا للبحار غانمشيوا نديرو هدا وغانعيش العيش بكرامة ماشي نناكلو نشربو الناس ها المغرب اللي كانت تكلموا عليه وحاجة اخرى الهدم جال امسوان جال هات الشواطئ وش لحتو معي واحد القادية با انما عمرا شفنا المنتخبون منتخبون ناخدو دابا مثال امسوان الهدم جال وش مكنش رئيس الجماعة اللي هو من الحزب تجموع الوطني الاحرار اللي هو برلماني اللي هو في نفس الوقت رئيس الجماعة يجي ويقف قدام تراكسات يا اما حيت معلموش العامل مع الموش ما قاش لي راحنا غانريبو يا اما اللي علمو غاديجي عند الساكنة وغايقولو مجيو راح بغوي ريبو بغوي ديرو بغوي ديرو اشنو بهلكم لا سيديو حيت علاش كيفاش احنا يدمجونا في هاد المشروع وهاش غانديرو هالشنو ويتناقش مع الناس وملي غاديجي تراكس اشنو قرروا الناس الى الناس قرروا بأنه مخارجيش الناس هذا غاديوقف رئيس الجماعة وغايجيب معه المنتخبون وغاديوقف قدام ذاك تراكس والله لا ريبتي حاجة غاديجي العامل ولا الوالي وغاديعطي التعليمات والله لا حيتلك من هنا انا برلماني ممتل شعب انا رئيس الجماعة ممتل ساكنة ما غاديش تقيسوا شي واحدة هنا يا وغادي تحطوا لنا وتخبرونا وتقولوا لنا وغاديش وكيفاش وهنا غاديكون رئيس الجماعة راجل والمنتخبون رجال وعيالات للأسف نهر ترياب هو نهر صافر الفرنسا نقال لهم لأغراض شخصية سلت سلت عرف رسوم القفرة واحد شي منتخبون وهو ما اللي باعوا الاراضي وباعوا المحالات وبزنسوا بدك شي ده برعنا يتصدق يقولوا لهم رجعونينا فلوسنا انت في الجماعة وانت عارف بأن الترياب جاي ولا ما عارف شغلك هادك ولكن باعتي لي غير هذي شهر هذي شهرين هذي رضي الفلوس والناس تفاوت تليفوناتهم يعني المنتخبون مرطين علاش بتفنيت ما شناش رئيس الجماعة وشناش المنتخبون جاو تمك دمت راكسات يجيبوا قعطان وبيلاتهم ويحبسوا يجي العامل يقول لي هراني غان ديره صحة ولاشنو يقول لي سير تلعب انا ممتل ساكينة ولكن ما يقدروش يديروها لانش يدي العلم دواسة لانه يمكن مورطين في الفساد مورطين في صفقات مورطين في شي حاجة احنا بغينا منتخبون نشوفوهم رجال لما يجي التراكسيري بيجي نقف لي قدامه ما غا تريب شس اعطيني القرار دي الهدم اقول لسين اعطيني المحكامة ولا اعطيني القرار دي العامل ومني نقرى القرار ونشوفو بانه مجحف وبانه كيد ارتلوا هادنش غا تديرو لهم نقف لي قدامه نعيط على الطنوبيله تجيو ستاسيونيو هنا تح ما غا تيقرب ايجي العامل عندي ونقول السفلان ما غا تيش تهدم هاش غا نديرو وعطيني الساكين وغا نقوله وغا نديرو وغا نديرو وتقول وشا دول المغرب يكا حلموا به منتخابون فاشلين منتخابون منباطحون نبيطاح مساكن وصيروا صوتوا عنهم مئتين درهم صيروا تيقوا فيهم وهاتش بيجيو علاش كنقول بانه اخ النوش كنت تقاتل على الجماعات الساحلية كلها بغاها اقول اكش اللي دار الحزب ديالو ما تيحنا نديرو على اقاديرو اقاديرو خدا رئاسة الجهة اللي كيتورتوها كان اخ النوش فيها دووز هالا خوردووز هالا دووز هالا كريم الشنجلي خداو المجلس الاقليمي خداو رئاسة الجماعة وخداو رئاسة الجماعة تكاملين عندهم اورير عندهم تغازوت عندهم تامري عندهم امسوان كل شي ديالهم ولا شي واحد يقدر يهزر الراس ولا شي واحد يقدر يقول العامل ولا شي عامل السفلان والله لدسي والله لدوسي ذاك القارار غادي يقول لي الامل والرباط يقول لي سير قول الرباط يجيوه احنا بلاد الحق والقانون وناسي ما غاديش تهدم ونقول سلي قدام ذاك التراكس ونصيف طوي لعب سير الرباط تقول للرباط يجيوه ماكينش وماكيش تعسوف على المواطنين وماكيش تعسوف على الشباب كيما داروا فيه مسوان ونقول الشبابين حردهم اجيوا وقفوا معايا يلا تتوح ما غايتحرق من هنا يا وتاشي التراكس ما غايتريبوا تقول شي حاجة حاجة مطيحاش ما دخوش تهماعي مسوان نبلوكيها سير جيب العسكر سير جيب جهة دارمية جيبتها طائرات حربية ومبان رئيس الجماعة والمنتخابون ديال بالصح شوفوا المانيا غاميتال دولة ديمقراطية دولة كتحتار بحق الإنسان إضراب ديال الفلاحين المئات ديال التراكتورات بلوكاولو طروت بلوكاوا ورئيسية وتمو جينفوح الكمفو هلا جابوا ليهم العسكرة جابوا ليهم شي حاجة شلو حركة نقلوا التنقل وكل شي حبسوو الدنيا مطالب ديالنا وها شنا هي شنا هي شنا هي وغادي نتحاورو فيها وغستوغستوغستنا وبلوكاوا الدنيا جابوا الزبل ديال البقر وخووه أمام بعض الوزارات والإدارات يلا شوفوا كيدير القادية شوف الناس كيدير النضال الي زوين بحنة حناية منبطحين مساكن كيتضربوا على التليفون كيتضربوا على بوند المازوت كيتضربوا على مصالح الشخصية وجين قال لك يدافعوا على المنطقة وعلى السكان وعلى هادو منتخابون هادو رئيس الجماعة سلت دي مش الفرنسا شاف الهدم وشاف هادا جاي هادا راجل الناس اللي معاه مش يعيب مش يحشومه وكنستغل هاد الفرصة هادي لانه كينانا في واحد جروب واتساب وفي هادل جروب واتساب فيه ناس اساتيدة جامعيين وهذا كان نقشو فيه عدد من المواضيع وماشي مشكل وتطرح هادي واحد أسبوع واحد سؤال تطرح عليها وجوبت عليه وبيتنجوب عليه عالنا هاد السؤال فيه بأنه واش ريضا انتخابات المقبلة غديت تقدم لها الجماعية ولا البرلمانية كنقول لهم لا لا نتقدمش لأن حفظني الله من يعكسوا لي المرة أخرى كنت غدي نضيع وقتي وجهدي وكل شيء وغنتو سخ عرفتوا علاش لأن المنتخب ما عندوش دور المنتخب ما عندو ما يدير وما عندوش الإمكانيات وما عندو التحاجة المنتخب خدم عند العامل والعامل هو لك يقرر كل شيء ووزارة الداخلية كتقرر كل شيء المنتخب غي مننشط البطولة غي مننشط البطولة وتصوروا معي غي مننشط البطولة وما يقدرش يهز ولا غير يشوف في العامل نحنا مثال دي الإمسوان ما عندو متدور بزنسو في الأراضي والبقاع ودك شي خلاتهم بالسلطة كتفرش بهم يمكن صوبات لهم ضواصة باش النهار شي واحد يحلفوا مو يحيدوا لي السنان أجيل هنا ركبعتي وشريتي دابا هاد المنتخبون تصوروا معيك وكانونه زهاء غادي ديروا هاداك شي لي قلت والله ترقص لدخلات الإمسوان على الأقل غي شوية الكرامة اللي باقية لهم شوية الكرامة اللي باقية لهم استغلوها ويبانوا كبار في عينين الساكنة وفي عينين المغربة ترقصات تمجمش نتلقى لها أنا منتخب أنا في الجماعة دي الإمسوان ما غاديش تهرسوا ما غاديديروا التحاجة قولوا لينا شنو بغيتو تديروا أعطيونا شنو البرنامج أعطيونا شكون هاد الشركة العقاري اللي بغا تدخل اليوم تشريه إمسوان وحنا عرفنا هش كونا هي ركينا واحد المشروع دي الإمسوان بي وفي عو تاني رئيس الحكومة أخ النوش وأخ النوش غتلقوا في حد العداد دي الملفات شكو اللي غادي يعطي الأمر دي الترياب بهاد الوقاحة بهلك ورا ما شي غير هاد شي ربعب تشحل مازال دي الترياب مازال جاي عاداد من القرى وذك شي قاعدين على البحر يمشي وهذا شي ربعش كنقول مغرب الغد عندك الفلوس زيد القدام ما عندكش الفلوس ماشي ما تعيش ديقاج حيد الصحة العمومية تخوص التعليم العمومي يخوصص كل لما رافق تخوصص رغا ديقاء لأكسيجين دي الله وحت ذاك لأكسيجين ذاك الهواء اللي عنا ملوات كون غير كيديرو بحال بحال اوروبا كيقولك اليوم الصباح راه تلوط لباكتيكول هاش حال طالعين وراه السرعة غادي تنقص باش نقيو الجو نيري كون يديرو احنا هاديك الماكينة غا تستمسكينا هاديك الماكينة غا تستم غاديش تخدم للاسف هادا حال بلادنا ولكن وش نقصو وصعفي ونزلو السلاح ونحطو يدينا ونهربو من المغرب والاوالو وما كينش ببوتنبت احنا في المغرب ساني نناضل من اجل مغربين افضل غا نديرو لهم شو كاف الحلق عندهم جميع الآليات والأدوات باش يسفطون هالحبس احنا باش تعرفوها مني كان قولو غا نديرو لهم شو كاف الحلق بالنضال الحضاري بالنضال السلمي بالهذا والغوات ونشوفو كيفاش كل شي اما هما راح يوركو على بطون الميل فيكون جاهز نصوبو هادا ويسفطك ولكن شنا هو الحل إلا جينا كنا نمشيو للخارج كل شي كما دارو بزاف دي المناضلين كتخلي لهم ذاك شو يبغو ربح القديدين الشباب عفقهم المغاربة اللي كيحرقوا الدولة المغربية غادي تبين أنها تحارب الهجرة السرية ولكن في الداخل راح بغاتها لأنك تهنيه من صداعك ما بقيتش غا تحتج ما بقيتش كتطلب له العمل ما كتطلبش له الصحة العمومية ما كتطلب له كتبشي لبلادات الناس كيوفروا لك العيش الكريم كتعيش بالكرامة كترجع كتجيب لهم الفلوس كتجي تشري دار وبيخيروا على خير وما زل كتجي الهناية تدي جوجة وحدة وكتعوديها وكتعيش عائلتها وبيخيروا على خير هم راح بخرجهم أنا ما كرهوش يمشوا المغاربة قاعد يكتطبقة الكهديحة طبقة المتوسطة يهزوهم ويفرقوهم على العالم ويخلوا غير الأغنياء في المغرب وغادي بقى وقلال بزات بضع المئات وكل واحد غير يعطوهم دينا ومن صيف في صيف تعمر الدنيا والناشاط يمشوا بحارتهم المغربعة والتاني راح ميكروش يديروها اول مهم الله يدير شي تاوي الخير واليوم السبت وككل يوم السبت